هل اسمك مكتوب في سفر الحياة؟ فيك تصرخ وتقول له يا رب ارحمني أنا أؤمن أيها الرب يسوع أنك أنت هو الطريق والحق والحياة أنا أؤمن ليس بأحد غيره الخلاص أنا أؤمن كما يقول الكتاب كل من يدعو باسم الرب يخلص أنا أؤمن كما هو مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص والطريقة بسيطة جدا لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص أحبائي أخي أختي المسيح يقرع الآن على باب قلبك افتح له الباب دعه أن يدخل إلى حياتك ويغيرك تغييرا جذريا عندها تصلف الله يسمع صلواتك وعندها تتحرر من العبودية ومن الخطية وعندها يكتب الله اسمك في سفر حياة تعرف أنه إلك حياة أبدي في الحاضر لأنه قال المسيح من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من البوت إلى الحياة ولا يقدر أحد أن يخطفها من يديه لا توجد طرق يوجد طريق واحد هو يسوع المسيح يوجد حق واحد هو يسوع المسيح وكلمة الله توجد حياة واحدة مصدرها واحد هو يسوع المسيح عاوز يعطيك الحياة الأبدية تكون من نصيبك أحب أسمع منك خبرني اكتب لي ربنا يباركك وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر